المادية القديمة والمادية الجديدة يمكننا التمييز بين نوعين من المادية يرتبطان بمرحلتين تاريخيتين مختلفتين المادية القديمة والمادية الجديدة أما المادية القديمة فهي المادية التي تستند إلى العقلانية المادية أي الإيمان بأن العالم يحوي داخله ما يكفي لتفسيره دون الحاجة إلى وحي أو غيب وهذه العبارة تعني ما يلي أولا أن العقل مستقل بذاته قادر على التفاعل مع الطبيعة والواقع الموضوعي بشكل فعال وعلى الوصول إلى القوانين الكامنة في المادة وتجريدها على هيئة قوانين عامة وأنه يمكنه انطلاقا من ذلك أن يطور منظومات معرفية وأخلاقية ودلالية وجمالية تهديه في حياته ويمكن على أساسها أن يفهم الماضي والحاضر والمستقبل وأن يرشد حاضره وواقعه ثانيا أن الواقع الموضوعي يحوي داخله قوانينه التي يمكن للعقل استيعابها وهذا الواقع بالتالي ليس مجرد أجزاء غير مترابطة وليس مجرد حركة عشوائية وإنما هو كل متماسك مترابطة أجزاؤه برباط السببية الصلبة بل والمطلقة والعقل حينما يدرك الواقع فإنه يدرك هذا الكل المتماسك الثابت المتجاوز للأجزاء المتغيرة ويدرك أن حركة الأجزاء ليست حركة عشوائية وإنما هي تعبير عن الكل الثابت المتجاوز ولذا فهي حركة لها معنا وهدف ولها معياريتها ومعقوليتها فما يحدث يحدث حسب قانون وليس بالصدفة والعقلانية المادية تستند إلى افتراضين فلسفيين أساسيين الأول العقل قادر على إدراك الكليات الثاني العقل المادي الثابت المتماسك المتجاوز ذو الغرض فالرؤية العقلانية المادية تستند إلى افتراض وجود عقل مستقل قادر على إدراك ما نسميه الكل المادي الثابت المتجاوز ذو الهدف ولو أن العقل قادر على الإدراك بمفرده دون أن يكون هناك كليات في الواقع لأدرك جزئيات ولما أمكنه أن يؤسس منظومات معرفية وأخلاقية عقلانية والعكس صحيح أيضا فلو أن الواقع هو هذا الكل المادي الثابت المتجاوز ذو الغرض ولا يوجد عقل يدركه فإنه لا يمكن أن تنشى منظومات معرفية وأخلاقية عقلانية بمفردها ولكن ظهر داخل المنظومة المادية ذاتها من وجه سهام نقده لهذه المادية باعتبارها ميتافيزيقية مادية أو إنسانية ميتافيزيقية أو حتى مثالية مادية فهم يقولون ما معنى هذا العقل الكلي القادر على إدراك الكليات ما الفرق بين العقل والدماغ أليس العقل هو مجموعة من الخلايا المادية شأنها شأن كل ما هو مادي لماذا ينسب للعقل المقدرة على تجاوز الأجزاء والإفلات من قبضة الصيرورة أليس هو ذاته جزءا من المادة المتغيرة؟ وما ينطبع عليه هو أحاسيس مادية متغيرة وليست ظواهر مترابطة متماسكة لها معنى ولذا فهم يجدون أن المادة المتحركة المتغيرة محايدة لا تتسم بالخير أو بالشر ولا بالقبح أو الجمال والمنظومات المعرفية والأخلاقية والجمالية التي تدعي المادية ليس لها أي أساس مادي فهي من إفراز عقل إنساني يبحث عن الطمأنينة ويود أن يطبع الثبات على الواقع إن ثنائية الإنسان والطبيعة وكل الثنائيات الأخرى داخل الإطار المادي هي تعبير عن ميتافيزيقية التجاوز من خلال المادة أو ميتافيزيقية التجاوز التي تدعي المادية وهي ليست من المادية في شيء والكل المادي الثابت المتماسك المتجاوز ذو الغرض هو أيضا وهم مادي فكيف يمكن للكل أن يكون ماديا والمادة أجزاء وكيف يمكن أن يكون ثابتا والمادة في حالة حركة وصيرورة وكيف يمكن أن يكون متجاوزا والمادة لا تعرف التجاوز وكيف يمكن أن يكون ذا غرض خاضع لسلبية صلبة والمادة حركة بلا هدف ولا غاية إن العقلانية المادية في تصورهم هي شكل من أشكال المرجعية المتجاوزة المادية وهذا تناقض كامل بل إن أي حديث عن تجاوز وثابات هو سقوط في متافيذيقية التجاوز برغم المادية المعلنة بل هي إشارة للأصل الإلهي للكون إذ لا يمكن أن يكون هناك تجاوز للصيرورة إلا بالاستناد إلى نقطة خارج الصيرورة خارج النظام الطبيعي أي إن الميتافيذيقية المادية تسقط لتصبح ميتافيذيقية إيمانية شاءت أم أبت ولذا يصر هؤلاء الماديون الجدد أصحاب ما نسميه مذهب المادية الجديدة على ضرورة لابتعاد عن أي تجاوز أو إثبات والخضوع التام للمادية الحقيقية أي للصيرورة هذا الخضوع يعني إلغاء الثنائيات وكل الحدود والكليات والثوابت والسلبية وأي شكل من أشكال الصلابة وهذا يعني أيضا إنكار الأصل الإلهي على أن يبقى الإنسان في قبضة الصيرورة ويصبح مركز العالم كامنا فيه تماما لا يتمتع بأي تجاوز ومن ثم هو ليس بمركز وإلغاء المركز يعني إلغاء الثنائيات ثنائية الذات والموضوع والدال والمدلول والشكل والمضمون والخير والشر والوسائل والغايات والإنسان والطبيعة والمقدس والمدنس والأزالي والزمني ولا يبقى سوى المادة المتغيرة المتحركة التي لا هي كلية ولا ثابتة ولا متجاوزة ولا اتجاه لها ولا معنى وفي إطار المادية القديمة كان ثمة بحث دأب عن نظم معرفية وأخلاقية تستند إلى أساس مادي راسق تماما مثل الميتافيزيقيا الإيمانية التي تستند إلى أساس غير مادي راسق وأما المادية الجديدة فهي ترفض تماما فكرة الأساس ففكرة الأساس ذاتها هي جوهر الميتافيزيقيا والمطلوب الآن هو الارتباط بالصيرورة ورفض الأساس والتطهور تماما من أي أثر للميتافيزيقيا ولكن رفض الأساس لابد أن يكون جزريا لذلك لا يضع الماديون الجدد الوجود في مقابل العدم والمطلق في مقابل النسبي ثم يثبتون النسبية العدمية بل إنهم يحاورون تجاوز هذه الثنائية ذاتها ويبحثون عن الثابت المتغير والمطلق النسبي الذي يذكر الإنسان بيهو إله اليهودي باعتباره إله الشعب اليهودي وحده مطلق ذاتي فهو هنا دون شكل مطلق نسبي ثابت متغير موضوعي ذاتي وفي إطار المادية القديمة كان ثمة بحث دائم والمادية الجديدة ليست جديدة تماما فقد أدركها السفستائيون منذ البداية فقد أكدوا أن العالم في حركة دائمة وأن العقل غير قادر على الوصول إلى الواقع وأنه لو وصل إليه فلن يمكنه التعامل معه ولو تعامل معه فلن يمكنه التواصل مع العقول الأخرى ولو تواصل مع العقول الأخرى فلن يجدي هذا فتيلا فالواقع الموضوعي ذاته في حركة دائمة ولا يخضع لأي قانون أي إن العلاقة التفاعلية التبادلية بين العقل والطبيعة التي تشكل أساس المادية القديمة أساس غير لاسق ومنذ عصر النهضة في الغرب والاستنارة كان هناك دائما دعاة الاستنارة المظلمة فكان هناك هوبز ينبه إلى الذئب الرابضي في الإنسان والمركيز دي صاد الذي أدرك عدم اكتراث الطبيعة بالغائية الإنسانية وأدرك الصيرورة الكاملة فقرر من البداية أن يسقط في قبضتها ويدخل حديقة الحيوان التي رأاها هوبز فيعذب الضحايا ويقتلهم حتى يدخل على نسه المتعة الجنسية الحقة ومع هذا دخلت الفلسفة الغربية مرحلة عقلانية مادية تدور في إطار الكل الثابت المادي المتجاوز حتى منتصف القرن التاسع عشر وحين بدأ شبون هاور مرحلة السيولات الشاملة جعل من الإرادة مطلقة النسب ثابت المتغير ثم جاء نيتشاه بإرادة القوة وتوالت الثوابت المتغيرة فهناك بريكسون ووثبة الحياة إيلان فيتال وعالم الحياة والبينونة ومفهوم البنية وكل هذه الفلسفات تقف بشراسة ضد الفلسفة الهيجيلية ومع هذا فإن مطلقها المتغيرة يشبه في كثير من الوجوه العقل الهيجيلية المطلقة غير المكتمل الذي يصل إلى كماله في التاريخ داخل الزمان فهو مشروع مستمر يدور حول ثابت متغير مطلق نسبي لا يصل إلى ثباته وإطلاقه الكاملين إلا في نهاية التاريخ وهنا ظهر دريدا ليكمل مشروع المادية الجديدة فيعلن أن المطلقة النسبية الثابت المتغيرة يسقطه الآخر في الميتافيزيقة إذن إنه ينسب لنفسه التجاوز والثبات ولذا لا بد من الإصرار على الصيرورة النسبية والاحتمالية الكاملة وإنكار أي سببية والإصرار على أسبقية اللغة على الواقع وهو ما يعني أن لعب الدوال ورقصها هو الحقيقة الواحدة فيحدث تناثر للمعنى في النص والنصوص ولا يبقى شيء سوى الصيرورة الحقة ورقص القلم والقصص الصغرى التي ليس لها معنى عام ويختفي الحق والحقيقة ويصبح من لغو الحديث الإشارة إلى إقامة العدل في الأرض إن المادية الجديدة كامنة في المادية القديمة ومع هذا فهي تختالف عنها جوهريا فالمادية الجديدة ليست ثورة ضد الميتافيزيقية الإيمانية وحسب وإنما هي أيضا ضد الميتافيزيقية المادية بكل إيمانها بالثابت والتجاوز والإنسانية ومقدرة العقل على إدراك الواقع وتجريد قوانينه منه بمعنى أنها ثورة على العقلانية المادية ذاتها العقلانية المادية واللا عقلانية المادية ويرتبط مفهوم المادية القديمة والجديدة بمفهوم العقلانية المادية واللا عقلانية المادية والعقلانية هي الإيمان بأن العقل قادر على إدراك الحقيقة من خلال قناوات إدراكية مختلفة من بينها الحسابات المادية الصارمة دون استبعاد العاطفة والإلهام والحدث والوحي والحقيقة حسب هذه الرواية يمكن أن تكون حقيقة مادية بسيطة أو حقيقة إنسانية مركبة أو حقائق تشكل انقطاعا في النظام الطبيعي ومن الممكن لهذا العقل أن يدرك المعلومة ولا يرفض وجود مجهول وهذا العقل يدرك تماما أنه لا يؤسس نظما أخلاقية أو معرفية فهو يتلقى بعض الأفكار الأولية ويصوغها استنادا إلى المنظومة الأخلاقية الأولية ومعرفية مسبق ولكن هناك من يذهب إلى أن العقلانية هي الإيمان بأن العقل قادر على إدراك الحقيقة بمفرده دون مساعدة من عاطفة أو إلهام أو وحي وبأن الحقيقة هي الحقيقة المادية المحضة التي يتلقاها العقل لوحده من خلال الحواس وبأن العقل ما هو إلا جزء من هذه الحقيقة المادية فهو يوجد داخل حيث التجربة المادية محدودا بحدودها لا يمكنه تجاوزها وأنه بسبب ماديته هذه قادر على التفاعل مع الطبيعة المادة ويمكنه انطلاقا منها ومنها وحدها أن يؤسس منظومات معرفية وأخلاقية ودلالية وجمالية تهديه في حياته ويمكنه على أساسها أن يفهم الماضي والحاضر ويفسرهما ويرشد حاضره وواقعه ويخطط لمستقبله ونحن نذهب إلى أنه لا توجد علاقة ضرورة بين العقلانية والمادية فهناك نظم سياسية مادية عقلانية ونظم عقلانية ليست مادية فالنظام السياسي الأمريكي مبني على فصل الدين عن الدولة وقد نجح الأمريكيون في بعض مراحل تاريخهم على الأقل في تطوير نظام عقلاني يعبر عن مطامع الشعب الأمريكي بشكل معقول والنظام النازي هو الآخر كان نظاما ماديا شرثا في ماديته ولكنه كان عقلانيا بصورة تامة وكان يتحرك في إطار نظرية العرقية الشمولية التي شكلت مرجعيته المادية الكاملة والنظام السيتليني كان هو الآخر نظاما ماديا نموذجيا ولكن لا يمكن لأحد أن يزعم أنه كان نظاما عقلانيا وهناك نظم تستند إلى عقائد دينية يذخر بها تاريخ الإنسان بل إننا نذهب إلى أن العقلانية المادية تؤدي في مراحلها المتقدمة إلى اللاعقلانية المادية فالعقل المادي كما أسلفنا أقل تفكيكي عدمي غير قادر على التركيب أو التجاوز ويتضح هذا من أنه عقل قادر على إفراز قصص نظريات صغرى مرتبطة بفضائها الزمني والمكاني المباشر على أحسن تقديره كما يقول دعاة ما بعد الحدثة أي أنه قادر على إفراز مجموعة من الأقوال التي ليست لها أية شرعية خارج نطاقها المادي المباشر والضيق والمحسوس فالعقل المادي يدرك الواقع بطريقة حسية مباشرة ومن ثم فهو عقل عاجز عن إنتاج القصص الكبرى أو النظريات الشاملة وعاجز عن التوصل للحقيقة الكلية والمجردة التي تقع خارج نطاق التجريب ولذا فالعقل المادي لا ينكر الميتا في ذيقيا وحسن وإنما سينكر الكليات تماما وينتهي به الأمر بالهجوم على العقل الإنساني والعقل النقدي لأنهما يتوهمان أنهما يتمتعان بقدر من الاستقلال عن حركة الطبيعة المادة وبذلك يختفي الإنسان بوصفه مرجعية نهائية ثم تختفي سائر المرجعيات وتصبح الإجراءات هي الشيء الوحيد المتفق عليه وهكذا لا يتحرر العقل المادي من الأخلاق وحسب وإنما يتحرر من الكليات والهدف والغاية والعقل ومن ثم تتحول العقلانية المادية إلى اللاعقلانية المادية وإن كانت العقلانية المادية أفرزت فكرة حركة الاستنارة والوضعية المنطقية والكل المادي المتجاوز للإنسان فقد أفرزت اللاعقلانية المادية النشتوية والوجودية وهيدجر وما بعد الحداثة والانتقال من التحديث إلى الحداثة وإلى ما بعد الحداثة هو الانتقال من العقلانية المادية التي تربط بين التجريب والعقلانية في مرحلة المادية القديمة ومرحلة المادية الصلبة إلى اللاعقلانية المادية التي تفصل بينهما فيتم التجريب دون ضابط ودون إطار في مرحلة المادية الجديدة والسيولة الشاملة وتسود الآن في مجال العلوم نزعة تجريمية محضة ترفض الكلية العقلية إن ثانية كانت أم مادية وتلتصق تماما بالمادة وحركتها وعالم الحواس ومع هذا يمكن القول بأن العقلانية المادية كثيرا ما تتعايش مع اللاعقلانية المادية وترتبط بها فالوضعية العلمية المنطقية هي تعبير عن العقلانية المادية حيث لا يؤمن الإنسان إلا بالتجريب والأرقام ولكنها في الوقت ذاته تعبر عن اللاعقلانية المادية فهي لا تنشغل بالكليات والمنطلقات الفلسفية وقد أشرنا إلى أن النازية كما يراها بعض المؤرخين هي قمة العقلانية المادية ونحن نتفق معهم في هذا ونضيف أن هذا لا يمنع من أن تكون قمة اللاعقلانية المادية أيضا فهي تعبير عن تبلغ نزعة تجريبية محضة وترفض الكليات الإنسانية والعقلية وأي شكل من أشكال الميت في ذيقة وتلتصق تماما بحركة المادة وعالم الحواس ولعل الفلسفة العلمانية الشاملة الأساسية أي الدارونية الاجتماعية هي تعبير عن هذا التعايش أو الترابط بين العقلانية واللاعقلانية المرجعية النهائية المرجعية النهائية المتجاوزة والكامنة قبل أن ننهي هذا الفصل قد يكون من المفيد أن نعرف مصطلحين فيتكرران في هذه الدراسة الأول مصطلح المرجعية المتجاوزة في مقابل المرجعية الكامنة والمرجعية هي الفكرات الجوهرية التي تشكل أساس كل الأفكار في نموذج والركيزة النهائية الثابتة له التي لا يمكن أن تقوم رؤية العالم دونها فيميت في ذيق النموذج والمبدأ الواحد الذي ترد إليه تلك الأشياء وتنسب إليه ولا يرد هو أو ينسب إليها ومن هنا يمكن القول بأن المرجعية هي المطلق المكتفي بذاته والذي يتجاوز كل الأفراد والأشياء والظواهر وهو الذي يمنح العالم تماسكه ونظامه ومعناه ويحدد حلاله وحرامه وعادة ما نتحدث عن المرجعية النهائية باعتبار أنها أعلى مستويات التجريد تتجاوز كل شيء ولا يتجاوزها شيء ويكون الحديث عن مرجعيتين مرجعية نهائية متجاوزة ومرجعية نهائية كاملة المرجعية النهائية المتجاوزة المرجعية النهائية يمكن أن تكون نقطة خارج عالم الطبيعة متجاوزة لها وهي ما نسميها المرجعية المتجاوزة للطبيعة والتاريخ والإنسان وهذه النقطة المرجعية المتجاوزة في النظم التوحيدية هي الإله الواحد المنزه عن الطبيعة والتاريخ الذي يحرقهما ولا يحل فيهما ووجوده هو ضامن أن المسافة التي تفصل الإنسان عن الطبيعة فلن تختزل ولن تلغى فالإنسان قد خلقه الله ونفق فيه من روحه وكرمه واستأمنه على العالم واستخلفه فيه أي أن الإنسان أصبح مركز الكون بعد أن حمل عبء الأمانة والاستخلاف كل هذا يعني أن الإنسان يحوي داخله بشكل مطلق الرغبة في التجاوز ورفض الذوبان في الطبيعة ولذا فهو يظل مقولة مستقلة داخل النظام الطبيعي كما أنه يعني أن الإنسانية الإنسان وجوهره الإنساني مرتبط تماما لارتباط بالعنصر الرباني فيه ومع هذا فبإمكان النظم الإنسانية الهيومانية التي لا تعترف بالضرورة بوجود الإله أن تجعل الإنسان مركز الكون المستقل القادر على تجاوزه ومن ثم تصبح له أسبقية على الطبيعة والمادة ثانيا المرجعية النهائية الكاملة يمكن أن تكون المرجعية النهائية الكاملة في العالم الطبيعة أو الإنسان ومن هنا تسميتنا لها بالمرجعية الكاملة وفي إطار المرجعية الكاملة ينظر للعالم باعتبار أنه يحوي داخله ما يكفي لتفسيره دون حاجة إلى اللجوء إلى أي شيء خالج النظام الطبيعي ولذا لا بد أن تسيطر الواحدية وإن ظهرت ثنائيات فهي مؤقتة يتم تصفيتها في نهاية الأمر وفي التحليل الأخير ففي إطار المرجعية الكاملة لا يوجد سوى جوهر واحد في الكون مادة واحدة يتكون منها كل شيء بما في ذلك المركز الكامل ذاته ومن هنا إشارتنا أحيانا إلى المرجعية الكاملة المادية بأنها المرجعية النهائية الكاملة أو المرجعية الواحدية المادية ونحن نذهب إلى أن كل النظم المادية تدور في إطار المرجعية الكاملة ومن هنا إشارتنا إلى المادية باعتبارها وحدة الوجود المادية وفي إطار المرجعية المادية الكاملة فإن الإنسان كائن طبيعي وليس منقولة مستقلة داخل النظام الطبيعي وإنما هو مستوعب تماما فيه ويسقط تماما في قضية الصيرورة فتسقط المرجعية الإنسانية وتصبح الطبيعة المادة هي المرجعية الوحيدة النهائية ويرتبط بهذا التعريف تعريفنا لوحدة الوجود الروحية والمادية ووحدة الوجود في تصورنا تعني القول بأن مركز العالم المبدأ الواحد حال وكامل فيه وهو يبتدي في صيغتين مختلفتين ظاهرا هما في واقع الأمر صيغة واحدة برغم اختلاف التسميات التي تطلق عليها ألف في المنظومات الحلولية الكومونية الروحية وحدة الوجود الروحية يسمى المبدأ الواحد الإلهي ولكنه إله يحل في مخلوقاته ويمتزج ثم يتوحد معها ويذوب فيها تماما بحيث لا يصير له وجود دونها ولا يصير لها وجود دونه حلولية شحوب الإلهي فهو إله نسما ولكنه هو الطبيعة المادة فعلا وقد طور هيجل هذه الصياغة فتحدث عن الروح المطلق أو روح التاريخ فيبدو كأنه يتحدث عن أمور روحية ميثالية ولكنه في واقع الأمر يتحدث عن عناصر مادية محسوسة باء المنظومات الحلولية الكومونية المادية وحدة الوجود المادية يتم الاستغناء تماما عن أي لغة روحية أو مثالية ويسمى المبدأ الواحد قوانين الطبيعة أو القوانين العلمية أو القوانين المادية أو قانون الحركة ولذلك فنحن نسميها حلولية من دون إله هذا القانون هو قانون شامل يمكن تفسير كل الظواهر ومن بينها الظاهرة الإنسانية من خلاله وبرغم الاختلاف الظاهر بين وحدة الوجود الروحية ووحدة الوجود المادية فإن بنيتهما واحدة يتثمان بالواحدية وبمحو الثنائيات والمقدرة على التجاوز الوحدوية المادية أما المصطلح الثاني الذي سيتكرر في هذه الدراسة فهو الوحدوية المادية ويتوحيد الإنسان بالطبيعة بحيث يرد كله إلى مبدأ واحد كامل في الكون ومن ثم فإن عالمنا المادية لا يشير إلى أي شيء خارجه فهو عالم لا ثغارات فيه ولا مساحات ولا انقطاع ولا غايات تم إلغاء كل الثنائيات داخلهم وضمنها ثنائية الخالق والمخلوق والإنسان والطبيعة والخير والشر والأعلى والأدنى وتم تطخيره تماما من المطلقات والقيم وتم اختزاله كله إلى المستوى الطبيعي المادي أو الطبيعة المادة المطلق العلماني النهائي وفي مثل هذا العالم الواحدي الأملس يوجد مجال للوهم القائل بأن الإنسان يحوي من الأسرار ما لا يمكن الوصول إليه وأن ثم تجوانب فيه غير خاضعة لقوانين الحركة المادية بل ويمكن تطبيق الصيغ الكمية والإجراءات العقلانية الأداتية على الإنسان كما يمكن إدارة العالم بأسره حسب هذه الصيغ ويتحول العالم إلى واقع حسي مادي نسبي خاضع للقوانين العامة للحركة ومن ثم قابل للقياس والتحكم الهندسي والتنميطي وإلى مادة استعمالية يمكن توظيفها وحوسلتها وفي هذا الإطار تصبح المعرفة مسألة تستند إلى الحواس وحسب ويصبح العالم الطبيعي هو المصدر الوحيد أو الأساسي للمنظومات المعرفية والأخلاقية وترد الأخلاق إلى الاعتبارات المادية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وتنفصل الحقائق المادية تماما عن القيمة ويظهر العلم المنفصل عن الأخلاق وعن الغايات الإنسانية والدينية والعاطفية والأخلاقية وتصبح الحقائق المادية الصلبة أو السائلة المتغيرة هي وحدها المرجعية المعرفية والأخلاقية المقبولة وتصبح سائر الأمور المعرفية والأخلاقية نسبية صالحة للتوظيف والاستخدام بل إن هذه الرؤية الوحدوية المادية في مراحلها المتقدمة بإنكارها أي ثابت ينتهي بها الأمر إلى إنكار وجود الماهيات والجوهر بل والطبيعة البشرية نفسها باعتبارها جميعها أشكالا من الثبات والمتافيزيق عالم العلمانية الشاملة والترشيد في الإطار المادي استمعتم إلى تكملة للفصل الأول من كتاب الفلسفة المادية وتفكيك الإنسان بقلم الدكتور عبد الوهاب المثيدي وبصوت مصطفى دهيث